هذا الفيديو تابع لسلسلة Web3Hack سنشرأ أحدث الطرق التي يستخدمها المحتالين لسرقة محفظة Trust Wallet سيكون الشرح على مثال حقيقي لأحد الأشخاص المحتالين الذي قام بإرسال رسالة إلى الإيميل الخاص به لكي يقوم بسرقة محفظة Trust Wallet تذكير سريع قبل فترة شرحنا كيف يتم سرقة أموالك في العملات الرقمية وحكينا سنركز على Exit Scams وفي هذا الفيديو سيكون المثال على Fishing Scams قبل فترة تلقت بريد إلكتروني من أحد المحتالين كان العنوان Support وعندما دخلت إليه وجدت بأن البريد الإلكتروني يتحدث بصفته Trust Wallet ويقول بأنه يجب أن أقوم بعمل Verification وذلك امتثالاً لقوانين KYC وأنه خلال 13 يوماً إذ لم أقوم بعمل Verification سيتم تجميل المحفظة الخاصة به وكذلك الأصول التي تحتويها فيجب علي أن أقوم بالنقر على Verify Your Wallet ليتم هذا الVerification طبعاً في البداية عندما تقوم بإنشاء حسافة Trust Wallet لا يتطلب الأمر وضع الإيميل الخاص بك فبالتالي نفس محفظة Trust Wallet لا تستطيع معرفة الإيميل الخاص به فمن هذه المعلومة يجب أن تعرف بأن هذا الشخص محتال ولكن ثانياً لنفرض أن هذه الرسالة أتت من Binance وإيميلي مسجل في Binance ستشاهد هذه الرسالة مماثلة تماماً لرسائل Binance فبالتالي عندما تصلك الرسالة من Binance تقول بأنه سيتم تجميل حسابك مثلاً إذا لم تقم بالنقر هنا لكي تقوم بتأكيد معين فبالتأكيد ستنقر هنا وسيتم سرقة حسابك وخاصة إذا لم تقم بتفعيل 2FA في هذه الحالة يجب عليك أن تقوم بالتأشير على Verify Your Wallet من دون النقر فقط قم بالتأشير ستشاهد لينك أسفل المتصفح يجب عليك أن تنظر إلى بدايته وأن تقوم بقراءة النطاق لنفرض أنه عند التسجيل في TrustWallet تقوم TrustWallet بأخذ إيميلي فيجب أن يكون المرسل هنا عنوانه TrustWallet.com نفس النطاق أو الدومين الخاص بTrustWallet وليس أي موقع آخر هنا في هذه الحالة هذا الشخص قام بإنشاء موقع وقام بحقم بعض البرمجيات والأكوات الخبيثة لكي يقوم باختراقك من خلال النقر هنا الآن في هذه الحالة تأكدنا بأن هذا الإيميل هو ليس له علاقة بTrustWallet وكذلك الأمر إذا كان المرسل Binance يجب أن يبدأ بBinance.com وليس أي شيء آخر وتأكد من كل حرف لأن هناك بعض الأشخاص يقومون بشراء نطاقات قريبة من اسم Binance يقوم بتغيير فقط حرف فبالتالي يجب أن تتأكد من كل حرف ففي هذه الحالة لا يجب عليك أصلا أن نقر على هذا الزر لأنه في بعض الأحالات يتم اختراقك مباشرة أنا سأقوم بالنقر فقط للتوضيح شاهد هذا الرابط الذي سنقوم بالدخول إليه لا أعلم ما هو نوع الكود البرمجي الذي تم وضعه هنا ولكن هناك عدة احتمالات لهذا الكود أولا ربما سيتم تحويلك إلى موقع شبيه بTrustWallet ويقول لك ضع الاثنى عشر كلمة التي تم إعطاؤها لك عندما أنشأت محفظة TrustWallet هذه الحالة الأولى الحالة الثانية ممكن أن يكون هذا الرابط يحتوي على ثغرة معينة فبالتالي عند النقر عليه سيقوم بتحميل ملف معين في المتصفح أو سيقوم بفتح البلغين الخاص بTrustWallet إذ كنت قمت بتحميله مسبقا على متصفح كروم أو ربما ثغرة معينة موجودة في الهاتف الخاص بك سيتمكن المخترق من تحميل هذا الملف إلى جهازك الحسوب أو الهاتف وبالتالي سيقوم هذا الفيروس بعمل AutoRun أي يقوم بتشغيل نفسه أوتوماتيكيا ويقوم بسرقتك فحذاري من رسال التصيد أما بالنسبة للإيميل المرسل فإذ نظرنا إلى الأعلى سنشاهد أن هذا الإيميل ليس له علاقة بTrustWallet ولكن حتى لو كان له علاقة بTrustWallet أو Binance مثلا لو كان support.trustwallet.com مثل هذا الذي في الأسفل أو حتى كان مثلا لنفرض أن هذه الرسالة من Binance support.binance.com مثلا لا تنخدع بهذا الإيميل لأن هذا الإيميل يمكن تزويره هناك بعض الأدوات التي يستخدمها المحتالون تقوم بإرسال رسائل من أي بريد إلكتروني لأي بريد إلكتروني وإذ كنت تريد الإطلاع على المزيد من التفاصيل عن هذه الأداء يمكنك البحث في الجوجل عن أداء تسمى ميلر والقراءة عنها وشاهد ماذا تفعل هذه الأداء باختصار تقوم بإرسال رسائل من أي بريد لأي بريد من دون معرفة الباسورد الخاص مثلا support.trustwallet.com هكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس وحذاري من رسائل التصيد هناك الكثير من طرق النصب والإحتيال التي ستكون بالتأكيد أنت ضحية لها في المستقبل إلا في حال كنت على دراية بآلية عمل هؤلاء المحتالين وسنقوم في هذه القناة بشرح جميع طرق التصيد التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص فأنصحك أن تتابع هذه السلسلة بالكامل وإلا ستكون ضحية وإلى اللقاء